على ما مسألة القدرات ويمكن إحنا عندنا للأسف يعني مش عايزة سامية دروس خصوصية لكن مسألة مركز التأهيل المنتشرة أول ما تلاقي امتحانات القدرات بدأت تلاقي بقى هام جدا وتعالى مركز كذا يتم تأهلك للفنون التطبيقية والفنون الجميلة الناس تروح ولا ما تروح أنا بشوف إعلانات كثير جدا والإعلانات دي طبعا بتجذب الطلبة وأنا هسأل حضرتك هسأل سؤالي هو الطالب بتاع الطالب اللي داخل قدرات إعلام مهما كان هياخد عادة هيروح السنطر هياخد له خمس ست ساعات هل دول هيسقل موهبته لو الطالب معندوش موهبة لو قاعد مثلا لو قاعد لو خادت مئة ساعة مش هيعرفين لأن امتحانات معينة طالب بالنسبة لطالب التربية الرياضية هيروح ياخد قرص في ايه أو السنطر هيديله ايه هيديله ايه يعني مثلا هيديله ايه هيقول له ايه مثلا هي قدرات معينة قدرات بدنية وجسمانية وكذا بالنسبة للفنون الجميلة تغطالب لازل يكون موهوب بالنسبة للفنون التاطبائية الكلام ده كله طبعا أنا شايف ان هو بيبيع وهمة للطالب احن طبعا عندنا ده الكلام ده ينديرك تحت الكينات الوهمية والوزارة بتحارب الكلام ده كله وبنبعط لجندة ابطية خضائية لهذه الكينات اللي بتجري بأوهى بدعنا الطلبة كله وبالخاص الكلام ده بيظهر الكينات القيمية بتظهر في فترة التنسيق يعني يقولك مثلا الأكاديمية الفلانية المعد الفلاني الكلام ده كله طبعا إحنا بننصح الطالبة برضو كل ما هو كل ما هو متومة من جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات دولية وجامعات أهلية كل ده موجود على موقع الوزارة يريد الطالب قبل ما يقدم في أي مكان من المكان ده يدخل على موقع الوزارة ويتأكد أن المكان ده لو ما كانش على موقع الوزارة فيبقى كائن وهم وهاي الناس كتير أسئلتها على مسألة امتحانات القدرات لأنه خلاص الامتحانات زي محضرتك قلت أنا بس عشان خاطر برضو إحنا الفترة هنبدأ إن شاء الله بإذن الله من يوم 25 إلى 6-8 يريد أي طالب ما يتأخرش شايف نفسه عنده موهبة لاختبارة قدرات دي ما يتأخرش عن الفترة دي لأن القدرات بتنفتحها مرة واحدة يعني مش هنعيدها تاني فكل طالب من حقه لو طالب قاعد في الموصف من حقه يخش على موقع تنسيق ويساعة هو يقدر يدخل فكذا كلية من حقه يعمل الامتحان بس مثلا يعمل في قطاع الإعلام في قطاع الفنون الجميلة في قطاع الفنون التطبيقية في قطاع التمريد في تربية الموسيقية من حقه يعمل بس الطالب لو لو سيئت في اختبار من قطاع معين ما ينفعش يهدي الاختبار طيب عايزة روح مع حضرتك عن الكليات الجديدة المستحدة سبقا اللي هتكون موجودة في التنسيق كم كلية وإيه الخطاعات طبعا السنة دي طبعا بالنسبة لتوجهات الخيادة السياسية وتوجهات طبعا أول سنة أول مرة في تاريخ وزارة التعليم العالي يدخل يدخل التنسيق سبع جامعات تيكتولوجية سنة الفاتت كانوا ثلاثة حانضم لهم سبع السنة الفاتت كانوا ثلاثة السنة دي دخل لهم سبع وده أول مرة تحصل في تاريخ الوزارة عموما يعني وده طبعا ده مصار كبير جدا للتعليم الفن برضو يعني بالنسبة للجامعات التكنولوجية بناخد جزء من طلب السنواء العامة والغالبية بناخدها من طلاب ديبلومات الفنية وطبعا طبعا تخصصات فريدة جدا وتخصصات متنوعة لأولادنا التاريخ تتصق مع سوق العمل طبعا مع سوق العمل كلها تتصق مع سوق العمل آليات التقديم في الكليات التكنولوجية دي هي الآليات المتعرف عليها الباقي الكليات؟ الكل نفس الوضع بالنسبة لأي كلية نفس الجامعات التكنولوجية نفس على موقع التنسيق طالب يخش يكتب الرغبة بتاعته وكل حاجة بنفس التقاليات التنسيق العادي كلها سواء هو درس في مدارس تكنولوجية ده مش هيددي أولوية مثلا أنه يدخل الكليات دي أو الجامعات دي لا بص حضراتك دي فترة متحانات القدرات بالنسبة لسنوية عامة هنفتح قدرات برضو بالنسبة للديبلومات الفنية كله بالمجموعة طالب نيجب فيه قدرات طالب لو جايب 100% وما ننجح فيه قدرات بش هيدخلها يعني الكليات دي ذكاء الاصطناعي وكل الكليات المستحدثة دي فيها متحانات قدرات فيها متحانات قدرات ده متحانات قدرات الطالب اللي هينجح في قدرات هيخش الكلية دي هيخش الجامعة دي